موسيقى لسه مستمرين مع حضراتكم في البيت الكبير وفقراتنا الحوارية المهمة جدا النهار ده دي يمكن كل الجماهير خلاص مترقبة بقى عودة المارد الأحمر مرة أخرى للمباريات البداية تكون ان شاء الله أمام المريخ السوداني في مواجهة إفريقية عربية إفريقية محترمة جدا مواجهة بالرغم من أنها خارج أرضك صحيح بالنسبة لأبناء مستر موسيماني الفوز بنسبة لها مهمة جدا علشان تتصدر المجموعة الأفريقية وتواصل استمرارك لمسلسل الانتصارات الأفريقية أكيد فيه غيابات أولهم حمدي فتحي حمدي فتحي يمكن حظه مش حلو شوية علي معلول لكن كل الثقة في باقي اللعيبة ملفات مهمة جدا عن فريق النادي الأهلي هنقشها النهار ده مع واحد من نجوم النادي الأهلي هو الكابتن القادير فتحي نصير زيكا كابتن وعايز أقول لحضرتك هنمسك ملف طبعا الأهلي والمريخ يمكن شوية حاجات من منظور مختلف حضرتك دايما بيطلع يعني أفكار مختلفة زي ما بيقولوا فالمباراة حضرتك شايفها من منظور الفني إزاي وخاصة أن في جزئية أكلم حضرتك فيها جزئية أن موسيماني يمكن في الفترات اللي فاتت كابتن كان ما كانش بيعتمد على التدريبات بس التكتيكية كان دايما بيعتمد على الترايماتش بيعمل دايما مباريات بيعمل تأسيمات من خلال التقرير شوفنا أنه عملت تقريبا أكتر من 3-4 مباريات ودية فريق الأول مع فريق الشباب هل ده تحسبا أو خوفا موسيماني أن عودة اللعيبة الدولية تكون مجهدة شوية يكون عندها نوع من أنواع الإرهاق اللعيب الجاهز يعني ممكن نشوف عناصر جديدة لو نطمن على المباراة أو النتيجة نشوف عنصر أو اتنين من اللعيبة اللي كانت غيبة بقى لها فترات طويلة شوفنا كابتن هني هو أولا بالنسبة للجزئة الأخيرة اللي أنت تفضلت وقتها دلوقتي الفرقة اللي كانت في المنتخب اللعيبة كتير كانوا في المنتخب الأولمبي ولعيبة كانوا في المنتخب الأول كانوا بيعملوا إيه؟ بيلعبوا مباريات بقية اللعيبة اللي عنده لازم يديهم الإعداد بتاعهم بحس يبقى زي اللعيبة اللي جايين من المنتخب فكان بيعمل لهم المباراة ده السبب أنه هو كان بيعمل المباراة على أساسي بقى الإعداد ماشي كل مجموعة اللعيبة في مستوى واحد سواء اللي ما رحوش معه اللي راحه المنتخب خلاص بيلعبه هنا لازم يلعبهم مباراة لو تدريب بس كان حيبقى فيه فاصل بين الفرقتين أو بين المجموعتين اللي جاي من المنتخب حاجة واللي جاي غير منتخب حاجة يعني حيبقى غير فلازم أنه هو يديهم حتى يديهم الإحساس ولا يديهم المباراة التدريبية فكان عنده هنا بعض نظر نرفع ويديهم الشكل ويديهم الإحساس بشكل المباراة هم حسوها هناك هو عزيح السعيد وكمان على الجزء الآخر ده بيطمن على لعيبة الفرق الأول وجزء كان مهم جدا أنه كمان يشوف لعيبة فريق الشباب في مباراة مش مباراة رأسميه لكن مباراة ما بين وما بين الفريق الأول ده كمان بيدي انتباع ويبدأ يبص على عناصر المميزة اللي ممكن يحتاجها في الفترة اللي جاي السكوات عنده والمجموعة اللي عنده يبقى عنده مجموعة كبيرة قوي يقدر يشوفها في الفترة دي ويركز عليها دي حاجة الحاجة الثانية بالنسبة للمباراة أنا بقول مباراة ودي النيل يعني إحنا بلد واحدة مصر والسودان ده يعني ما فيش يعني ميناء موحد القطرين يعني هي دلوقتي القطرين متوحدين يعني مصر والسودان إحنا بس بلعب في حتة بعيدة لدرجة إن إحنا لما النهاردة سفرت الفرقة ما بتشعرش بعد ساعة ونص الفرقة وصلت يعني كنتك رايح أسوان ونفس التوقيت نفس الجو ونفس العادات والتقاليد والشعوب يعني ما فيش تغيير عندنا لكن المنافسة ما انت هنا بتتنافس لما بتلعب مع فرقة أسوان ألف كيلو اللي هي بتطلع فيها برضو بتوقع فيه منافسة فما تشي الهلال ده هيبقى فيه المريخ هيبقى فيه منافسة المريخ هيبقى فيه منافسة ليه؟ المريخ طبعا هو برا المنافسة الخاصة بالبطولة لكن المنافسة مع النادي الأهلي دي حاجة تانية من زمان يعني الهلال والمريخ دايما زي أهل وزمالك هنا ولو حنقارن بنشوفهم دلوقتي الناس برضو ندعرف إن المريخ يكبني هنا الدور هناك لعبين 14 مباراة الهلال لعب 14 بس المريخ لعب 13 فرق ثلاث نقاط قادل عند المريخ المريخ لو كسب هيبقى قدوا قد الهلال يعني الاتنين قد بع الفرقتين مخسروش في الدولة الاتنين تعادلوا أربع الفرقتين يتعادلوا أربع مباراة كسبوا تسعة كسبوا تسعة فقدوا بعض في كل حاجة إذن الفرقة دي أنا بقى ليه بيقولي طب إيه اللي دخل الهلال والمريخ وكده لا إحنا عايزين نعبر إن الكرة السودانية اللي إحنا رح نلعبها ما هي السهلة إن المباراة ده خارج مش خارج السندوق خارج بطولة أفريقيا بالنسبة للهلال وبالنسبة للمريخ خاصة فيه نشوة على مستوى الكرة السودانية بعد بيابهم عشر سنين على بطولة أفريقيا فوزهم على جنوب أفريقيا ووصلهم أمم أفريقيا ففيه كده نشوة النشوة دي بقى أرضوه حنحسها إزاي فيه ست لعيبة من المريخ في المنتخب السوداني شاركوا في الفوز على جنوب أفريقيا سيف تاري المهاجم في المنتخب ومهاجم في المريخ السوداني إذا أنت عندك ست لعيبة ست لعيبة يعني أكتر من نص الفرقة موجودين مع المريخ جايين معنوياتهم عالية وثقاتهم عالية وتصريحاتهم بتدل على ذلك كابتن فاكهين برحم بقولك المهاجم مهاجمهم البارز سيف تاري بيقولك هايشوف الكرة السودانية على حق هتظهر أمام الأهلي في المباراة بتاعتهم السبت دي ده جانب جانب معنوي ودوافع عندهم إضافة لأن فيه مدرب أجناب جديد المدرب الإنجليزي آه إنجليزي المدرب الأجناب الجديد ده جاي برضو عايز يزبط نفسه وعايز اشتغل فترة مع الفرقة يعني كان عليه بعد الانتقادات كابتن طبعا من خلال الأداء الهزيل في المشوار بطولة أفريقيا فهو كمان معندوش يعني معندوش حلول كتير غير على مستوى الدوري وغير على مباراة النادي الأهلي المباراة النادي الأهلي دايما لها لها طبع خاص وليها شعبية خاصة فممكن جدا يكون الحوافث عند المدير الفاني كمان بينقلها للعبين غير الحالة المعنوية العالية فهذا كل دو تحديات للعابة النادي الأهلي بصراحة وعاوزين برضو يعني ما ننساش إن آخر مباراة لهم تمن لعيبة جالهم كورونا وما لعبوش المباراة بعد ما هو حط الفرقة وتأكد خلاص جمال له فيه تمانية مش حيلعبه معاك ده قبل المباراة في ثلاث ساعات كان هو حط الفرقة كان مفاجأ له عشان كده هو خسر بنسبة الهداف الكبير أو دي فدي مش عايزها تعبر أو اللعيبة أو الجمهور أو اللي بيشهد المباراة ما يعملش المقارنات في الأرقام دي في مباراة يوم السبت مباراة يوم السبت دي مباراة أنا بعتبرها فيصلية لإنه الأهلي لأن دي هتحدد بشكل كبير أو بنهائي يعني إن ربنا يسهل إن شاء الله نكسب يبقى إحنا كده أطمئنين بإذن الله يعني كلام حضرتك يا كابتن فاتحي بيصبف إنه بالرغم من إن المريخ متزايل الترتيب بنقطة وحيدة فأربع جوالات إلا إنه لأ نفسها ممكن تكون قوية جدا وقد تحدث مفاجآت ومش ده المريخ اللي إحنا كسبناه هنا ثلاثة لا حتلاقوا شكل تاني حتلاقوا روح تانية حتلاقوا أداء تانية على أرض ووسط جمهور من الستة اللعيبة اللي هم بتوع المنتخب اللي وصلوهم إنك يكسبوا جانب أفريقيا وما كسبوش فرقة صغيرة يعني إنهم يكسبوا جانب أفريقيا وبهدفين فدي أكيد اللعيبة دي معنواتها عالية جدا وإمكانياتها وإعداداتها عالي جدا فدي حتكون لهم دوافع دي الدوافع بتاعتهم الدوافع عندنا بقى البطولة أنت بتلعب على بطولة بتلعب على ترتيب في المجموعة بتلعب على إنك تفوز بتلعب أنت الصراع أو المباراة الفيصلية بين مصر والسودان مباراة كرة قدم هي مباراة في كرة القدم لكن الناس بتحبها كده هتروح هناك في السودان هتلاقي جمهور من السودان يا كابتن هاني وإنت كنت بتلعب بيشجعوا الناد الأهلي لأن فيه جمهور هناك بيشجعوا الأهلي من لهم بطول الهلال لأنهم أيها لهم بطول الهلال هتلاقي جمهور هناك بشجعك إذن أنت مش بتلعب في منطقة بعيدة أقول أنا مش بيهتب أسوان بالرغم عن لسه عدد الجماهير لسه يعني ما تمش سماح أعتقد يبقى ألف دوله ألف واحد وأنه هو يخش بس ومن الأرترس اللي هم مبتوحهم لكن أنا أشك أنه ممكن حتى لو وافقوا بالألف أنا أقولش الجمهور ده هو اللي هشجعوا الأهلي أنا أقول جمهور السودان كالسودان بشكل عام أنا بحط السودان بحط الخرطوم كأنها جزء تاني زي القاهرة زي إسكندرية زي أسوان زي كده إنها جزء مننا يعني فأقول حلاقي جمهور هناك بيشجعوا عنا للأهلي طبعا الكلام نسح حوالين الألف دي ممكن يزيد يعني ممكن طبعا تجد إيه ممكن في يوم وليه لازم آه مش ألف ألف طبعا مكتشات الأفرقية بيقولك ألف بيخش خمسة وستة لكن ما أعتقدش يعني أنا في اعتقاد الشخص نديد تحديات وإحنا قادرين على يعني قادرين على الفوز بشروط إيه الشروط اللي حضرتك شايفها إيه الواجب يتعامل في مباراة المريخ علشان تطلع المباراة للبر الأمان أولا إن شاء الله يكون أداء جيد وإيه سنيا طبعا والأهم تكون نتيجة نحسن بها التأهل يعني أهم حاجة آه الالتزام التزام التزام مية مية للأحداشر لعب اللي حتبدأ بيهم المباراة مين هم اللي حيختارهم بيتمثماني المدير الفني اللي هو أضرب الفرق دلوقتي خصوصا إن بعد كل فترة بيقع لواحد يعني زي ما أنا تفضلت وقلت في الأول حمد فاتحي بعد ما نضجه وبقى كده ثلاثة من تلت عشر رسابياء كبتا عشر رسابياء يبعد لعب زي ده يبقى ناصر يرجع يروح حمد فاتحي يعني الفرق ما بتكتملش محمود وحيد محمود وحيد نفس القصة لكن هو هيحط الفرق حط الفرق أهم حاجة بقى ينفزه كل المطلوب منه دي حاجة الحاجة التانية إن اللعبة بتاعتنا من أول المباراة إنك بتلعب الضغط الضغط العالي إنك أنت جاي عاوز تكسب لأنك أنت بتلعب في ملعبك مريخ في السودان إنك بتلعب في مصر مش بتلعب في حتها بعيدة يبقى الأمور صعبة أناك يعني أنا بتكلم يعني خارج الأرض بيختلف لكن إحنا عملنا ده قدام فيتاكلاب يعني دايما بنناقش عملية خارج الأرض هل حضرتك مع فكرة إن إحنا نلعب بنفس الطريقة اللي لعبنا بها بدايات مباراة فيتاكلاب اللي هو الضغط العالي واستغلال أي فرصة وإحنا يعني ونسهل المباراة لنفسنا وليه لا طالما إحنا جربنا إحنا جربنا دي وجربنا دي وجربنا دي طالما إحنا جربناه ونجحنا فيه استمر يعني مع احترام يعني أي فرقة لازم نحس إن إحنا الأعلى في أداءاً أعلى فنياً أعلى بدنياً أعلى خبرة أعلى أداء هم متحمسين هينزلوا في الأم متحمسين جداً بيلعبوا بقوة مش بعنف يعني هم أنا متوقع دلوقتي وحتشوفوا الماتش هيبقى فيه قوة في المباراة لكن ما فيش عنف لكن عندهم سرعات سرعات كتير قوي فلازم نعمل حسابنا برضو في موضوع سرعات ده كتير فأنا شايف إن إحنا طالما نجربنا طريقة أو نجاحنا فيها لازم نستمر بها نستمر عليها بأنا عايزة أتكلم كمان عن التشكيل أو القوامة اللي اختاروا موسماني النهار ده يمكن حتى كنا بنعلن عنه كابتل فتحي قولي مبدئياً رأيك في القيمة اللي حددها مستر موسماني قبل ما يسافروا النهار ده بيع فتنة سافروا أخر ده هو ما عندوش خيارات طبعاً في ظل الإصابات والغيابات طبعاً هم عندوش خيارات هؤلاء هم اللعيبة اللي جاهزين لمباراة طبعاً هو موجودة وليد سليمان هو اللي يمكن نتكلم فيها وليد طبعاً دي حاجة تفرحنا بس مش حيبدأ به أكيد يعني وليد سليمان مش حيبدأ به وليد سليمان لاعب الشوت التاني لاعب اللي هو بينهي المباراة وبيخلص مباراة كتير فينزل وقت ممكن قصير جداً بس على ظروف المباراة لكن ممكن نلاقي وليد سليمان موجود كخبرة وكأداء وكقائد وككابتن ممكن نلاقي وليد لكن يبدأ به صعب لكن المجموعة اللي هي موجودة ما هو ما سابش حد من الموجودين سليم يعني اللي ما سفرش هو اللي مش سليم فإذا القوام اللي خده المجموعة اللي خدها هي المجموعة اللي جاهزة تلعب المباراة وتلعب المباراة اللي جاي يعني هو ده أحسن مجموعة أخطر لو فكرنا في فترات اللي فاتت كان فيه بعض الشوية الروتيشن اللي بتعمل في مركز رأس الحرب على مستوى بواليا على مستوى ماروان على مستوى محمد شريف هل تعتقد أن المسلمين استقر على هذا المركز خاصة بعد تعلق محمد شريف في المنتخب وظهر بصورة أكثر من رائعة هل ده سؤال السؤال الثاني هل ممكن يحسب الجوانب البدنية ويبدأ مثلا بماروان ويبقى شريف ورق معاه ربحة علشان الشريف أدى برضو مباراتين في خلال أيام قليلة يعني الحزبة تتحسب إزاي كابتا؟ لا هو هبدأ بمحمد شريف ولا بواليا ولا ماروان هو هيبدأ بشريف بشريف لازم هيبدأ بشريف لأن شريف جاي بخبرات المنتخب ونشوة المنتخب ومسجل وعمل أسست وعمل شغل ولعب مع لعب أكبار يعني لا تتخيل الجول اللي هو عمله صلاح جول أولاني اللي صلاح اللي عملها وان تاتش وهو كمان عملها وان تاتش رايح له بيبوسوا بعض فرحان فطبعا دي بتدي معنويات للعب فحينزل بالمعنويات دي حاسس إنه هو عمل إيه أنا جاي بلعب في المنطقة بمسجل في أهداف وصانع أهداف فأكيد حيبدأ بشريف وأكيد حيبدأ بأنه ممكن يعني بالفكر اللي عمله في آخر مباراة إفريقية ممكن يعمل نفس التصور نفس التصور يعني يعتمد يعتمد على النشوة اللي فيها دلوقتي وحالة المعنوية روح المرتفعة على محمد شريف بالإضافة كمان مباراة زي دي كابتن فتحي كمان فيها مساحات كبيرة جدا ومحمد شريف أفضل من يستغل هذه المساحات بالزبط يعني أكيد شريف لأن شريف برضو زي ما احنا بنقول لعيبة المنتخب السوداني الستة اللي هما كانوا بيلعبه هيكونوا عامل إيجابي لفريق المريخ السوداني أنا كمان لازم أستفيد باللعيبة بتاعتي اللي نجحت وصنعت الفوز لمنتخب مصر في مباراة جزر القبور طيب عايزة أكلمك كمان على محمد مجدي أفشة محمد مجدي أفشة كمان أعتقد كان عامل شغل هايل مع المنتخب في الفترة اللي فاتت وعوضنا كتير جدا أو ما بقاش عندنا يعني افتقاد لرقم عشر على مستوى النادي الأهلي وعلى مستوى كمان منتخب مصر شايف دور وإيه اللي يعمله أفشة إن شاء الله عشان يستمر بهذا الأداء العالي جدا على مستوى النادي الأهلي وكمان على مستوى منتخب مصر هو كابتنين أفشة نضج نضج دلوقتي ونضجه بدأ يديله وخبراته إداته تقل في الملعب واكتسب هذه الخبرات إداته نضج أكتر والنجاحات اللي بيعملها في المباريات بتديله نضج أكتر وأكتر وبتديله نجاح أكتر وأكتر النجاح دايما يجيب نجاح أنا لما بنجح في المباراة في تمريرة أو في صناعة هذا إنه هو في مباراة منتخب مع نجوم كبار يعني هو كان بلعب في وسط مين صلاحه ترتيجية مين صلاحه ترتيجية مختلفين دوليين واحد أحسن لعب في العالم من الثلاثة الأولى من ترتيجية لعب إنجليزي مية مية أوروبا بيسجل وبيعمل وهو في الصين هو اللي بيصنع عن لهم الأهداف وهو يبقى رجل مباراة جزر الكم هو يبقى مباراة رجل مباراة المرش الأخير في وجود هؤلاء النجوم هو كان شكله هو اللي منور هو اللي ساطع هو اللي نضج دي بتديله تقلق وتديله ثقة طبعا ثقة لا ثقة في نفسه ودي تدي ثقة للفرقة وتدي ثقة للنادي وتدي ثقة لللي حيلعبه جنبه دلوقت وتدي ثقة لخط الظهر إنه قدامهم لعيب ما بيفقدش الكرة بسهولة بيبني هجمات تدي ثقة للمهاجمين إنه حيلاءه واحد صنع لعب كل دي بأنعكس بالإيجاب على الفرقة كلها مش عليه هو الوحده لكن على الفرقة كلها هنلاقيه إنه هو ناضج فيه وتدي ثقة في نفسه كمان يا كابتن قبل كل ده اللي بتزيد ما هو الثقة نحن قلنا النجاح هو نجاح فالنجاح بيجيب نجاح بيدي له ثقة في الله وفي نفسه الوحد دين يسق في الله وبعدين في نفسه بيسق في نفسه إنه هو قدر يصنع ليه نجوم العالم مش نجوم بصر المصر والعالم واللي جايين هؤلاء أنا ما أقولش مش صلاح لعيب عادي وترزيجيه لعيب عادي لا أفكارهم عالية جدا إنه يوصل فكره لفكرهم إنهم يربطوا مع بعض في إن ده لما يتحرك إزاي يحطها له دي مش أي واحد دي واحد موهوب الأول وبعد كده عنده الخبرة ممكن صلاح فكره عالي قوي فيتحرك وأنا كده أفشا أنا فكري ما وصلش له مش هلعبها له أول عبها له متأخر إن تايم ده هي التايمينج بيبقى هايل والقرار ده القرار دلالة على إن إيه الربط من المخ الربط من العنين الربط من الجهاز العزب اللي اتنين مع بعض الربط ده مهم جدا مش الربط إن أنا أمرر له بس ده أمرر له وإمتى وإزاي وطريقة التمرير إنه ما بلعبهلوش طويلة أو بلعبها له السيارة ما بلعبهلوش قوية ولا بلعبها له ضعيفة ما بلعبهلوش عالية ولا بلعبها له راضي أنا بلعبهلو في الرجل لأن أنا عارف ده كل ده هو بفكر فيه من اللعيبة اللي اتعمل لها حساب من قبل المنافس بشكل كبير خلاص إذا كان هو ربط كده مع صلاح ربط مع محمد شريف بيربط مع ترسيك الرابط ده مش أي لعب فيه لعب آه ممكن بس تاخد وقت لكن ده ما خدش وقت ده هم ماتشين اللعبوهم مع بعض فدي طبعا بتدي ان احنا اطمئننا للعيب ربنا يحرصهم الأر كلهم إن شاء الله من الإصابات طب كابتن من فتح نصير قعد يوم الماتش تفتح التلفزيون وبيتفرج على مباراة المريخ السوداني والأهلي إيه المخاوف اللي ممكن يعني تنتب حضرتك يعني وحضرتك كده قبل الماتش تقول أنا يعني الأم من كذا وكذا وكذا إيه لا nego أيه اللي يقلق كابتن فتح اللي يقلق عدم الالتزام اللعبة اللي غياب التوفيق غياب التوفيق طبعا التوفيق مهم جدا 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 ودايما أنا بقوله يمكن في العالم كله وأكتر الناس يمكن نحن أول لك مصطلح أنا أقول لك أنا أقول لك التوفيق على مستوى اللعبة التوفيق على مستوى التحكيم يا جماعة بالظبط صح؟ كنت تقول كذا؟ قناة الأهلي وخصوصا البيت الكبير هو اللي طلع هذا المصطلح الجديد حضرتك اللي طلعت لا أنا جزء من قناة جزء منكم يعني أنا من غيركم ولا حاجة لا 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 معلش لأن التوفيق ده هذا اللفظ وهذا التعريف لم يخرج على مستوى مصر يمكن على مستوى المنطقة العربية ما خرجش ايه التوفيق التحكيم والمدرب واللاعب هذا المصطلح ده ما طلعش هلا من هنا فأنا يهمني جدا لو التوفيق معك ما بقولش أننا يعني الحظ معي لا أنا بقول التوفيق أن اللاعب يوفق في أداء اللاعب أن اللاعب أنا بنط إحنا اتنين هياخدوا الكورة التوفيق أننا نط قبل اللاعب التانية خطها عشان هو لو هياخدتها بعد كده هتبقى فاعل علي التوفيق أننا روح أمرر كورة صح التوفيق أننا أقطع كورة صح التوفيق أننا لما شوت أشد بين التارت خشبات ما شوتش كورة في السماء أو برة ده التوفيق طبعا عامل آخر يا كابتن كنا بنتكلم على الضغوط النادي الأهلي كان عنده ضغوط كبيرة جدا جدا قبل مباراة فيتا كلب كلنا كنا حاسين دوت أنا في رأيي أن هذه الضغوط النادي الأهلي حولها لطاقة إيجابية من حيث التحضير الجيد للمباراة التركيز بشكل كبير جدا على المباراة وخاصة بداية المباراة والنقطة المهمة جدا أن كنا بنقول أن فيه متشارات كتير جدا كنا متفوقين فيها وخاصة المباراة فيتا كلب في قراءة وكمية فرص كبيرة ما حقناش منها أداف لأنه كان غايب التوفيق يعني أنا في رأيي بجانب التوفيق كمان التركيز كان زيادة الحرص ومعرفة قيمة اللاعب للفرصة كانت أكبر بكتير جدا جدا وبالتالي كان الرياكشن بتاعه أسرع وقراره كان صح جدا تفتكر حضرتك يمكن من الحاجات اللي بنفتكرها الفرصة اللي جات لمحمد مجد أفشا في مباراة بيتا كلب ويمكن كان سندها وعايز يصلح والجزء الثاني في مباراة أخرى أنه بياخد القرار سريع جدا وقرار صحيح جدا عملية الضغط دي هي كانت العامل الإيجابي اللي أدى أن النادي الأهلي أدى بشكل جيد أمام بيتا كلب وإزاي نقرر ده على مستوى مباراة النادي الأهلي كلها يعني إزاي مسيمان يأخذ من دوت ونبدأ بلغة الكرة كده نقفش في الفرما دي هو عادة النادي الأهلي كل مبارااته تحت ضغط لأنه بطل وبيلعب لبطولة وكل الفرق اللي قدامه بتلعب بطل فتخيل يعني الكلام ده احنا بنقوله السادة المشاهدين لكن مش هقوله للكابتن هيني الرمزي اللي لعب في النادي الأهلي وعارف أن أي مباراة في النادي الأهلي أيا كانت هذه المباراة وأيا كانت في أي مسابقة إفريقية ولا دولية ولا محلية في كاس ولا دوري أي مباراة هي تحت ضغط ده التدريبة كنت كنا تحت ضغط شفت إزاي بقى آه يعني أنت أنت كنت أي مباراة والمدرب تحت ضغط كلنا بنبقى تحت ضغط ما فيش يوم يعني أنا كمدرب ندل أنزل حضرب الفرق أنا تحت ضغط تحت ضغط إيه أنت في تمرين آه تحت ضغط أن حد يصاب تحت ضغط أن لعيب ما يكملش تحت ضغط أن لعيب ما يوفقش تحت ضغط أن أنا بفكر في الماتش اللي جاي تحت ضغط إزاي يربط الفرقة دي مع بعض تحت ضغط أن المصاب يخف كل دي ضغوط بيعيشها النادي الأهلي أي نادي تاني ما يعيش هذه البطول لأنه مش كل ماتش عنده بطولة أنا عندي كل ماتش بطولة فالمريخ ده فرقة بعتبر هذه المباراة زي بالضبط في تكتاب ما تقلش بل بالعكس لو أنا عندي فرقة من الأفرقة العادية التانيين بيلعبوني وترتبهم الأخير وعندهم نقطتين مش هتبقى المباراة في هالمنافسة دي لكن المريخ فريق محترم فريق من بلد محترم من بلد الكرة عندها مش بعيدة عندنا ودايما ولسه زي ما نقول الفرحانين ده وافحهم كتير قوي والمنافسة بين مصر والسدان في كرة القدم من قديم الأزل فأكيد التاريخ بيعيد نفسه لكن إن شاء الله ربنا سهل وهم كمان يقدم ماتش كويس وإحنا هنقدم ماتش كويس وكويس وكويس بإذن الله إن شاء الله يعني هنقدم ماتش كويس أكيد من فوز ما هو ما فيش ماتش كويس بدون فوز ساعات بنلعب كويس والأسف كانت بتبقى ربنا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يعني هنتوفق هم بيعملون كويس قوي على فكرة هناك استقبال كويس وحضروا ملاعب وشايفين يعني مش حاسين نوم أغراب يعني هم إحنا رحين مش في فسحة في منطقة تانية داخل جمهورية مصر العربية بس مباراة مهمة أكيد مباراة مهمة ويعني هاخد من يمكن آخر حاجة قالها موسيماني أو كان فيه تصرحات الموسيماني عن المباراة دي بالذات يمكن موسيماني كان بيقول إنها زي ما حضراتك بتقول إنها مباراة صعبة نمر واحد لكن أهداف النادي الأهلي ممكن متأسمة ثلاث أهداف الهدف الأولاني هو الصعود فوزنا إن شاء الله خلص تتقاهج الجزئية التانية إنها هتكون خطوة بعد ما تفوز يبقى عندك كمان فرصة كبيرة جدا لصدارة المجموعة لإنها عندنا بعديها بأسبوع مباراة سيمبا هنا في القاهرة وبالتالي الفوز على سيمبا حيأهلك إن تكون متصدر جزء التالت المهم اللي قاله إن إحنا كمان بعد ما نوصل وبعد ما ننتصدر كمان لازم يعني ثقافة الفوز خارج الأرض لازم دي توصل للمنافس وخاصة إحنا في دور التمانية هيبقى منافسة مع فرق قوية جدا إن هذه الثقافة تتنقل إن الفرق التانية آه ده النادي الأهلي ده كسب الودات بره في الودات ده كسب المريخ بره في المريخ ده كسب فيتا كلوب في فيتا كلوب صح فدية على العامل الإيجابي والعامل النفسي اللي نطلع منه من المباراة دية إن شاء الله بأداء ونتيجة العوامل الثلاثة دول إيه رأيك في كلام مسماني وهل ده إن شاء الله ينعكس على أداء اللعيبة كلام المنطق والعقل كلام المنطق والعقل كلام الفكر كلام العلم كلام الواقعية ده بهم معاوي كلمة وقعية دي آه كلام الواقعية في إن أنت ألفوز بره ما هو إلا سلاح قوي بيكتسبه النادي الأهلي بالإضافة إلى أداء لعبته يعني لعبته بتأدي لعبته بتكسب حتى خارج ملعبه خارج الضيار إحنا بنكسب وبنكسب جمهورنا معنا مش معنا لكن صوت جمهورنا واصل الملاعب الإفريقية وإحساسنا به وإحساس اللعبة به على إن كل جمهور إنت تتخيل في تكلاب ده بحس إن كان جمهور النادي الأهلي هو اللي مالي لإستاد وبيشجع فرقة الأهلي وفرقة الأهلي بتلعب فهما حسين طالما وصلت له من النقطة دي وحسوا بيها وجربوها مش حينسوها وحيرجعوا تاني لها ودوافع فيها صحيح وزي ما بنقول اللي أنت قلت لي أني مجد أفشى الكرة اللي يسنادها وضيعها وكده لأنه هو فكر في أكتر من الحاجة ما كانش عنده تفكير واحد لو هو اللعب الكويس هو اللي بيفكر في حاجة واحدة بس قرار واحد لكن ما غيرش قراره هو غير قراره هو كان حيلعب وعني عليك لأ أسنتها وبعدين نلعبها فالتفكيرين دول مع الجهاز العصبي بيحصل زي ما تقول لي قفلة في الكهرباء يعني زي ما تقول لي فالتفكير في أكتر من حاجة دي بأورده اللعب الكبار بيبقى عندهم فكرة عالة قوي لكن الانتقاء وأنه هو يعني يعمل أو فلترة للأفكار اللي عنده كتيرة دي ويطلع بقرار واحد وفي وقت سريع لأنه ما عندهش وقت ما عندهش رفعية وقت دكرة قدامه وجول قدامه فهي دي اللي خال لغبطت أفشا في كده هو مش سوء تقدير منه لكن سوء فكر منه في أنه قراره ما كانش سريع لأنه هو ما كانش عنده قرار واحد طيب ده مطشو مهم قدام فريق من الفرق العريقة نتكلم عن الكرة السودانية كرة عريقة من قديم الأزل يعني ونتكلم هنا كابتا عن دور اللعيبة الكبار في الفريق يعني قد إيه مهم جدا أن أنت علشان تتأهل تحسم التأهل وتحسم صدرة المجموعة مهمة قوي الدور يعني اللي بنعول عليه بقى من قبل اللعيبة الكبار زي شناوي زي السليا زي أيمن أشرف وليد سليمان أكيد حتى لو مش هيشارك ولا دقيقة بدل بنوب برضو من اللعيبة الكسر احنا نقدر نقول النادي الأهلي بيتسلح في نادي بالبطولة أن شخصية النادي الأهلي دي نمرة واحد شخصية اللعيبة كلها اللي 11 بغض النظر عن السن النادي الأهلي عنده غير شخصية النادي الأهلي عنده الخبرات الميدانية سواء محلية أو افريقية دولية أو محلية برضو دي خبرات عنده نادي الأهلي بيتسلح بخبرات اللعبي الافريقية على مستوى منتخبات أو على مستوى القندية. لأن لو نشوف كم لاعب في النادي الأهلي لعبوا منتخبات. هتلاقي عدد كبير جدا. تمانية وخمسة. وخمسة في الأولمبي. تمانية في المتخب الوضعي. يعني هنلاقي العدد كبير. يعني عدد مش قليل. إذن كل هؤلاء اللاعبين الخبرات دي ما هي إلا قوة للفرق. نعم. يبقى الخبرات التسلح بالخبرات. التسلح بالخبرات في المنتخبات. التسلح بالخبرات الإفريقية المغارات اللاعبوها. التسلح بالمغارات الإفريقية اللي تلعبت كل دي خبرات. إن أنا لما لعب بره طبعا أنا منتخب مصر كان بلعب بره ورجع. إذن عادي إن أنا لعب ضد الفرق. فدي شخصيتي نادل أهلي وشخصيتي البطل. خلاص المجموعة دي شربوها. الفانيلا اللابسة دي عارفين إن هم قيمة قيمة البطولات. ومعظم اللعيبة دي لعبت في البطولة السابقة. اللي هم موجودين. يعني باستثناء عدد أولاية. لكن إذن عندهم خبرات من البطولة السابقة. كل ده الخبرات المتركمة بتدي قوة لأي فريق أو بتدي قوة لللعب. واللعب بعد كده يقدر 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 لأن المواقف اللي بيتحط فيها. نعم. اتكررت قبل كده فهو عدد في إزاي يتحرك فيه. طيب إحنا كنا نوهنا يا كابتن فارحي من بداية الحلقة أنه هيكون متواجد زمالنا. اللي بيلازم النهاردة بعثت النادي الأهلي في الخرطوم. وصلوا طبعا يعني من شوية أكتر. فاروق صلاح الزمالنا من الخرطوم من مقر إقامتهم في الفندق. علشان يعرفنا أكتر عن تفاصيل الرحلة من وقت تحركهم للمطار مطار القاهرة إلى أن وصلوا بسلامة الله طبعا للسودان. برحب بك فاروق. وقال في حمد الله على السلامة. كل التحية لك يا زميلة العزيزة سيهم صالح. كل التحية للكابتن فاتح نصير طبعا والتحية للزميل العزيزة الكابتن هاني رمزي وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. بنرحب بك طبعا مقول لك حمد الله سيهم يا فاروق. عايزين نعرف يعني كذا حاجة. يعني ان شاء الله تطمننا الأول على بعستنا. اليوم كان عامل ازاي? احنا عارفين كان فيه تدريب صباحي. عايزين نعرف منك اليوم كان ماشي ازاي? لحد وجودك دلوقتي في تندق اقامة بعستنا. سمعنا? اوكي. فاروق طيب طيب. طيب يمكن في يعني عطلة من المصدر بس هارجع اكيد لفاروق تاني هم ووصلوا طبعا النهاردة. واكيد الرحلة طبعا مش شقة يعني انت عارف القرب المسافة بين البلدين. انا عارف كابتل ان اه اه اه. اتفضل. لا اتفضل انت. طبعا وصلوا من النهاردة. وحضرتك عارف الطبيعي كان يبقى فيه التدريب الاساسي دايما بيبقى ليلة المباراة. احنا نلعب المباراة يوم السابق. مفروض كان يوم الجمعة. لكن بكرة ان شاء الله الناس الالي حيتمرن على ملعب المباراة. لان طبعا سندون. 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 هيلعب مع الهلال. اه. اه. دلوقتي. الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. وصول البعثة. اه. 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 حضرك شايف ايه الحاجات اللي تتعمل خلال التمانية واربعين ساعة دول المهمة جدا. انا اعتقد. على المستوى الاداري. على كمان المستوى الفني. اه. اه. المهمة جدا. والنقطة اللي يركز عليها المسيماني. خلال التمانية واربعين ساعة دول عشان يوصل اللعيبة لقمة التركيز وقمة كمان عايزين نشوف بصراحة شكل زي فيتا كلاب يعني عملنا مباراة كبيرة جدا فعايزين نشوف نفس الصورة التمانية واربعين ساعة دول المدير الفاني يشتغل فيهم ازاي طيب نمرة واحدة هو هيكون فرحان بمباراة فيتا كلاب وهقاوز يعيدها تاني فهيعيدها مع اللعيبة فاللعيبة هتبقى عندها ثقة فيه لأنهم جربوا قبل كده ونجحوا وقدوا مباراة على مستوى معلش فاروق رجع لنا مرة تانية فاروق رجعنا معال تاني كل التحية ليك يا كابتن هاني وكل التحية حعيد برضو السؤال عليه كل التحية ليك يا كابتن هاني فاضل يا كابتن هاني عايزين نتطمن على بعزتنا كان يوم طويل بداية من التدريب في ملعب مختار التيتش للوصول طبعا للخرطوم عايزين نعرف الأجواء وعايزين نعرف اليوم مش ازاي مع فرقيتنا لغاية متواجدين دلوقتي معاك في فمدق الاقامة طبعا في البداية برحب بك يا كابتن هاني وكل التحية للزميلة العزيزة سيام صالح والكابتن الكبير الكابتن فتحي نصير وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا يا كابتن هاني كان يوم طويل لفريق النادي الأهلي ويعني من بداية التدريب اللي كان اقامه الجهاز الفاني للنادي الأهلي على ملعب مختار التيتشي ثم التحرك لمطار القاهرة كان تواجد اللاعبين في تمام الساعة الثانية والنصف في استاد القاهرة يعني قبل موعد اطلاع الطائرة بساعة ونصف طبعا من النقاط المهمة جدا اللي يعني أنا سمعت كلام الزميلة العزيزة سيام صالح والكابتن فتح نصير على شخصية اللعبة الكبار في النادي الأهلي مش عايزة اقول انه هو بدأ من مطار القاهرة لا يعني الجلسات اللي وليد سليمان الشناوي سعد سمير رومي ربيعة مروان محسن لا ايمن اشرف ودورهم الكبير وعمر السلية جلسات التحفيز والجلسات اللي بتبقى ما بين اللاعبين ودي نقطة مهمة جدا دور اللعبة الكبيرة في النادي الأهلي وشخصيات لعبة النادي الأهلي في الحديث عن اللقاء حديثهم طبعا مع اللعب الناشئ احمد نبيل كوك الاحاديث اللي بابين ياسر ابراهيم ومحمد هاني وكابتن وليد سليمان مع بدر بنون رومي ربيعة اكرم توفيق احمد رمضان نبيكا ناصر مهر ومجد أفشا علاقة بتدل على حالة التواصل والحب اللي موجودة سواء من اللعبة الكبار او اللعبة يعني اللعبة الموجودة في فريد نادر أهلي طبعا استقلال فريد نادر أهلي للطائرة كان في تمام الساعة الرابعة كان الوصول لمطار الخرطوم في تمام الساعة السادسة والنصف النقاط المهمة جدا يعني تقدر تقول مظاهرة حب كانت في استقبال بعثة فريد نادر أهلي لدى وصلنا إلى مطار الخرطوم خلينا أقول لك نقطة المهمة جدا ان النادر أهلي تم استقباله في الصالة الرئاسية للتشريفية وده خاصة بكبار الزوار كان في استقبال بعثة فريق للنادر أهلي معالي السفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالسودان ونائب رئيس نادي المريخ السوداني علي أبشر وهي لفيف من المسؤول السفارة المصرية ومسؤول المريخ السوداني اللي كانوا حرسين أشد الحرص على استقبال النادي الأهلي في صالة كبار الزوار وكان لي حديث مع علي السفير ونائب رئيس المريخ السوداني قال قيمة النادي الأهلي كبيرة احنا فرحانين بوجود النادي الأهلي والنادي الأهلي أحد الكبار القرى للصمراء وشعب السودان كله النهاردة سعيد جداً به تواجد النادي الأهلي ثم كان التحرك من مطار إلى الفندوق اللي بيبعد عن المطار بـ 15 دي يعني عايز أقولك أنه هو فندوق في مكان أكثر من رؤية كابتن هاني وبالمناسبة هذا الفندوق تم افتتاحه عام 2013 وأول فريق نزل في هذا الفندوق كان فريق النادي الأهلي عام 2013 في المباراة الودية التكريمية لأقيمة مبيني الأهلي والمريخ وكانت انتهيت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء عايز أقولك وطمنك على حالة اللعبين أثناء رحلة الطيران تعرف يا كابتن هاني طبعاً وكابتن فتح نصير يعلم الكثير من هذه الأمور لعبة النادي الأهلي طبعاً بتتفرج على الفيديوهات الخاصة بلقاءات الأخيرة الفريق المريخ السوداني سواء أمام سيمبا أو فريق فيتا أو اللقاء الأول اللي جمع ما بين الأهلي والمريخ السوداني هنا في القاهرة مستر بيتسو موسماني يعني من أول مركب الطائرة لحد يعني موعد هبوط الطائرة قاعد بيتابع كل كبيرة وصغيرة لفريق المريخ السوداني بيوقف على نقاط القوة ونقاط نقاط الضعف تفرج على يعني فيديوهات كتيرة جداً لفريق المريخ السوداني مش مباريات فقط في دور أبطال أفريقيا لكن مباريات أيضاً في الدوري السوداني الرجل قاعد بيذاكر بيحضر للقاء طبعاً زي ما تكلمنا على دور اللاعبين الكبار النقطة الأهم بقى كابتن هاني جمهور النادي الأهلي يعني جمهور النادي الأهلي اللي كان جماهير غفيرة موجودة لدى وصلنا لمطار الخرطوم الجميع بينادي أهم أهم أبطال أفريقيا هم والهتاف اللي بعده أفريقيا يا أهلي يعني مظاهرة حب أيضاً من جانب بعض جماهير السودانيين الموجودين اللي أيضاً عارفين قيمة ومكانة النادي الأهلي كانوا في قمة السعادة بوجود النادي الأهلي يعني لدى وصلنا لمطار الخرطوم الجميع بيتساءل وبيسأل على محمد الشناوي يعني أفراد الأمن المتواجدين في مطار الخرطوم الجميع بيسأل فين محمد الشناوي فين محمد الشناوي أكثر اللاعبين اللي بيحظب شعبية كبيرة جداً فيه هنا في السودان طبعا محمد الشناوي ومحمد مجد أفشا وكابتن وليد سليمان عايز أقول لك ونقطة مهمة جدا يعني إحنا موجودين في بلدنا التانية يعني خليني يا كابتن هنا أقول لك إحنا موجودين في بلدنا التانية حسن الاستقبال حسن الضيافة مصر والسودان وإحنا بنأكد على هذا الأمر عمق العلاقة اللي بتجمع ما بين الشعب المصري والشعب السوداني وبتجمع أيضا ما بين النادي الأهلي ونادي المريخ بين كابتن ساد عبد الحفيز وجلساته وكابتن سامير عدلي مع مسؤولي نادي المريخ اللي يعني كانوا حرصين أشد الحرص على التواجد مع المسؤولي النادي الأهلي تزليل كل العقبات يعني وقفين على كل الأمور بيتبع كل كبيرة وصغيرة يعني نقطة بقية كابتن هاني وحضرتك قعد مع كابتن فاتح نصير حديث وجلسة من أهم الجلسات كابتن سامير عدلي وانتعرف أن الكابتن سامير عدلي بيملك الكثير من الحواديث والأسرار الخاصة به النادي الأهلي أو المنتخب المصري جالت سودية جمعتنا بينه ما بين معالي السفير حسام عيسى اللي عايز أقولك يعني هو صرح أنه أهلاوه وبشدة يعني بيشجع النادي الأهلي من زمان معالي السفير قاعد يعني تبادل أطراف الحديث معه الأستاذ خالد الدرندالي أمين السندوق والكابتن سامير عدلي وطبعا يا كابتن هاني وكابتن فاتح نصير حضرتك عارف أن الكابتن سامير عدلي ملك الدعابة وعنده الكثير والكثير من الأمور والكثير جدا من الحكايات الخاصة بالنادي الأهلي والمنتخب المصري يعني على ده وصلنا للفندوق تناول لعب النادي الأهلي واتبت العشاء ثم سريعا نستقل يعني كل لاب خلاص صعد إلى غرفته تركيز تام اليوم انتهى هنبدأ يوم جديد غدا بمشية اللاب بإذن الله يا فاروق أنا عايزة أكلم في نقطة يعني أنت لابس بنصكم طمنا على الأجواء وقلنا النهاردة يعني واستعدادات بقى التمرينة الأخيرة إن شاء الله قبل مواجهة المريخة عاملة إزاي طمني الأول عن الجو وحسن محر جدا يا فاروق يعني هي درجة الحرارة زميلة العزيزة السيام درجة الحرارة بتطرح ما بين 33 إلى 35 يعني هي درجة الحرارة الجو وإدرجة الحرارة جديدة جدا لكن نسبة الرطوبة ممتازة جدا يعني نسبة الرطوبة كويسة جدا مفيش يعني نقص الأكسوجين مش موجود تماما مقارنة يعني من الجو إدرجة الحرارة عالية جدا كونغو قليلة بالضبط لذلك يعني بالضبط نسبة الأكسوجين في الكنغو أقل لكن هنا في السودان يعني ندرنول الجو أفضل بكتير جدا طبعا من أجواء مباراة الكنغو من الأمور المهمة جدا كان مستر بيتسو موسماني كان حريص أشد الحرص خلال الفترة الماضية أن توقيت تدريب فريد ندرنولي كان دايما بنشوفه في 8 ساعة العاشرة صباحا وتعارض اللعبين لدرجات الحرارة في توقيت بالضبط كان بتبقى درجات حرارة عالية دي هتتلقم طبعا مع توقيت اللقاء اللي يقام في الساعة الثالثة طبعا فيه من النقاط المهمة جدا أنه تم تغيير موعد لقاء فريق سانداونز والهلال السوداني كان من المقرر إقامته في الساعة السادسة يوم الجمعة تم تغيير المعاد إلى الساعة الثالثة وبالتالي تم تغيير موعد تدريب فريق النادي الأهلي نادي الأهلي غدا إن شاء الله هيتمرن أو تدريبه الأساسي على استهد الجوارة الزركاء هيكون في تمام الساعة الواحدة زهرا تفاصيل اليوم هيكون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة العاشرة ثم المسحة الطبية قبل اللقاء بـ 48 ساعة هتكون في تمام الساعة العاشرة والنصف محاضرة فنية المستر بيتسو موسماني هتكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا قبل التحرك إلى ملعب الجوارات الزركاء اللي بيبعد عن المقر Bubba فريق النادي الأهلي يعني بعشرين أو خمسة وعشرين دياب المرانة هيكون في تمام الساعة الواحدة عاقب المرانة هتبقى وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ووجبة العشاية هي局 في تمام الساعة السابعة خليني أكد بس على بعض النقاط المهمة يعني أصرت هذا الأمر يا سيان كابتن سيد عبد الحفيز ودور اللعيبة الكبار قلت أنه من بداية رحلة الطيران أو من المطار الجلسات اللي ما بين اللعبين ودور وليد سليمان ودور الكابتن محمد الشيناو وآيمن أشرف وساعد سمير أيضا الكابتن سيد عبد الحفيز تنظيم العملية الإدارية ودور كبير جدا بيقوم بيه أستاذ خالد الدردلي أميني السندوق ورئيس بعثة فريق النادي الأهلي ويعني فيه خطوط اتصال مفتوحة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اللي تابع كل الأمور وتابع كافة الأمور الخاصة بتفاصيل اليوم غدا يعني الكابتن محمود الخطيب متابع كافة الأمور ووقف على كل التفاصيل حتى تغيير موعيد لتدريب الكابتن محمود الخطيب على العالم بيها فيه خطوط اتصال مفتوحة مع الأستاذ خالد الدرندلي مع الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سمير عدلي متابعة كل الأمور الدور المهم كمان دور جمهور النادي الأهلي اللي هم موجودين معنا هنا في مقر إقامة فريق النادي الأهلي يعني دقائق فاتت كانوا حرسين من هم يكونوا موجودين يشجعوا التقاط الصهر التسكرية فاروق بمناسبة الجماهير يا فاروق بمناسبة الجماهير وانت قلت دي جماهير كتيرة يعني جماهير النادي الأهلي متواجدة حتى في المطار بتستقبل النادي الأهلي لما اتكلمت مع سعادة السفيري يمكن كان وصل لنا أخبار إن عدد الجماهير أو مسموح لعدد جماهير بحضور ألف هل في كلام عن هذا الأمر هل هيكون فيه حضور جماهيري هل فيه عدد معين لدخول الجماهير هل ممكن جماهير النادي الأهلي المتواجدة دلوقتي في السودان تكون لها دور داخل الملعب وتكون متواجدة في الملعب بالفعل يا كابتن هاني كلام مصبوط بالفعل كان الكلام من معفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر الرعبية بالسودان بالعدد الجماهيري اللي تم بديد أن يكون موجود من قبل جماهير المريخ السوداني هم بالعدد بالضبط ألف مشجع هيكونوا ما بين 500 من أفراد الأولتراس المريخ السوداني و500 مقصمين لباقي جماهير المريخ السوداني النادي الأهلي كما يعني كابتن سلعب حفيز قال المعاملة هم قالوا المعاملة بالمثل زي ما النادي قال لي سمح بوجود بعض الجماهير من أفراد المريخ السوداني فيه مباراة المباراة الأولى ما بين الأهلي بالفعل تم السمح لعدد من جماهير النادي الأهلي أعتقد يكون ما بين 100 إلى 200 200 فرد 100 جمهور النادل أنهم يكونوا موجودين أعيز أقول لك يا كابتناني أن العدد يعني 100 أو 200 ولكن حالة الحماس وحالة التشجيع والحماس الشديد اللي احنا شايفينه في وجوه كل الجماهير إن شاء الله يطمن وطمنك على حالة اللعبين إن شاء الله نعمل مباراك وإن حقق الفوز في هذا اللقاء آخر حاجة يا فاروق معلش كابتناني عايز أتكلم عن الإجراءات الاحترازية واللي انت شفته بعينك يا فاروق هل مطبقة بالشكل الأفضل ولا يعني في أي حاجة لا بالضبط أنا يعني زميلة العزيزة سيام صالح أنا عايز أقولك أن خلينا نتكلم في شقيين شقة بيبقى خاص بالنادل أهلي وشقة بالبلد اللي انت بيبقى مقيم فيه الشقة الخاص بالنادل أهلي النادل أهلي أكثر الأندية ودي احنا بنقولها دائمان شهادة حق النادل أكثر الأندية اللي بتطبق الإجراءات الاحترازية كابتن سعد عبد الحفيز الجهاز الإداري والجهاز الفني في النادل أهلي حريص أشد الحرص الإجراءات الاحترازية هناك يا فاروق هناك لما وصلته أنا بتكلم على الإجراءات الاحترازية والتباعد في مقر إقامة الفندق في المطار يعني أنت شفته إزاي بعينك رصدته إزاي هل بيتم بشكل يعني إيجابي ولا فيه أي يعني تجاوز أي حد مش ملتزم بموضوع التباعد الإجراءات الاحترازية أنت اللي شفت شفت إيه؟ لا خلين خلين أنا أقولك الأمر الخاص بي في التزام تهم من قبل بعثة فريق النادل أهلي أمن الممكن أن ما يكونش فيه في بعض الأفراد المتواجدين طبعا في المطار أو متواجدين في المقر إقامة الفريق أو في الأماكن المحيطة باللسات أمن ممكن ما يكونش في التزام بالجراءات الاحترازية نظرا لأن نسبة الكورونا هنا أقل بكتير جدا يعني نسبة الكورونا في السودان يعني نسبة قليلة جدا نسبة لي الأرقام في باقي الدول والسودان من الدول نسبة الكورونا فيها على مستوى القرى الأفريقية نسبة تكد تكون ضئيلة جدا لكن الأمر الثاني اللي هو الخاص بالنادي الآلي أن الكابن سيد أو اللاعبين فيه التزام تام بالتباعد الاجتماعي وده يعني إجراء متبعد للنادي الآلي سواء في مباراة في القاهرة أو خارج مصر أن كل العب بيبقى في غرفة الوحد وأفراد حتى يعني أزول كنوط تماما جدا البعثة الإعلامية المرافقة لي بفريق النادي الآلي كل فرض موجود في غرفة حتى المعالي السفير حسين عيسى كان حريص أشد الحرص على هذا الأمر أن يكون فيه إجراءات احترازية خاصة ببعثة فريق النادي الآلي أمن الممكن يكون فيه بعض الأمور بس دي بتبقى بعيدة شوية فردية يعني ممكن كانت أجواء شوية في المطار طيب فاروق آخر سؤال عشان أسمع منك وكمان حسأل الكابتن الكبير فتح نصير عليه هل خلال متابعتك للنادي الآلي الفترة اللي فاتت هل فيه ملامح للتشكيل فريق النادي الآلي أمام المريخ ولا لسه الأمور ممكن تتضح بشكل أكبر بكرة في التمرين أو بعده رصدت حاجة زي دية من خلال متابعتك لفريق النادي الآلي طبعاً كابتناني حضرتك عارف على مدار الفترة الماضية كان فيه مجموعة كبيرة جداً من لعاب النادي الآلي موجودين مع المنتخب الأول ومجموعة موجودين مع المنتخب الأولمبي مستر بيتسو مسماني لجأ أنه يستعين بمجموعة من النشئين مقدرش من خلال الفترة دي أنه يحدد التشكيل اللي يلعب به اللقاء لكن يعني حتى المراني الأول أول مرة الفريق يجمع بالكامل كان المراني اليوم اللي كان في مختار التش لكن أعتقد بنسبة كبيرة جداً ملامح التشكيل أو الطريقة اللي ممكن نلعب بها مستر بيتسو مسماني هتكون غداً بمشية اللان إن شاء الله في المراني الرئيسي اللي هيكون على ملعب الجوهرة الزركاء لكن تقدر تقولي أن كل العناصر لو بتكلم في حراسة المرمى سواء الشنياوي أو علي لطفي أو مصطفى شبير خط الدفاع بدر بنون ياسر إبراهيم هو أكيد بكرة يا فاروق هو الشكل الفني أكيد هيخص مستر مسماني وأكيد بكرة هتتضح الملامح بشكل كبير بكرة أعتقد التدريبة اللي هتكون على ملعب المباراة فمع متابعتنا وجودك معنا في البيت الكبير أكيد هنعرف تفاصيل أكتر عن التشكيل وكمان أخبار فرقتنا بكرة اليوم هكون إزاي بنشكرك شكراً جزيلاً على تواصلك معنا وبإذن الله على تواصل كمان بكرة نعرف أخبار بعساتنا وفرقتنا شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً لك يا فاروق فاروق صلاح طبعاً زمالنا المميز جداً والعزيز جداً من مقر بعثة النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي في الخرطوم تقدر حضرتك سريعاً كابتن فوحي تقرأ لنا ملامح التشكيل يعني اللي ممكن يعتمد عليها مستر مسماني يوم السبت اللي جاي أخيراً يعني أنا هقول اجتهاد وليس فكرة وكده لكن كملامح يعني طبعاً إيش النوا عندهم ما فيش خلافش النواح يبقى موجود خط الظهر عندنا مليمين الشيمان عندنا محمد هاني عندنا بدر بنون عندنا ياسر عندنا أيمن أشرف والاتنين اللي في النص السولية وديانك يعني ما عليهم شو قدامهم أفشا وقدامهم شريف الخط ده أو العملات الفقري ده اللي هو تحط من حرس المرمى وخط الظهر والنص وكده هو ده الأساس حيث بقى في العملات دي كلها اتنين لعيبة هو بقى ترجع دايماً أي فرقة بيبقى ناقص فيها اتنين لعيبة مين اللي حكملو مع المجموعة دي هي وجهات نظر طبعاً كلها رؤية لكن أكيد مسماني خلال الفترة اللي فاتت خلال حالة اللعيبة الدولية اللي رجعت حالة اللعيبة اللي كانت موجودة معاه كل دوت حسابات خاصة أعتقد مسماني إن شاء الله يوصل لتشكيله ومناسبة تناسب هذه المباراة لأن تموحات هذه المباراة زي ما بقول لحضراتك إن شاء الله تكون كبيرة جداً عندنا أمال كبيرة إن احنا نعمل سيناريو ونعيد سيناريو مباراة فيتا كلاب إن شاء الله إذا تواجد الفريق وتواجد تروح في نيلة الناد الأهلي وتواجد شخصية الناد الأهلي قدرة أنها تعيد تقدر تتوقع نتيجة المباراة كابتن فاتحي؟ التوقع المباراة أتمنى الفوز لناد الأهلي تقريباً كم؟ لا 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 أقدرسي حدد وما أقدرسي مني يجيب الكوال وما أقدرسي مياه كابتن فاتحي؟ قل أفشاً قل أفشاً قل أفشاً لا 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 لأن الناد الأهلي أي حد الوقتي ما خلاص الكرة حديثة ما فيش هدف عندي بيجيب لكوال على طول أنا سألت حريرك عن النتيجة النتيجة إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يعني هو ونقدر نقول يعني أقربهم هيكون شريف للمربع شريف يعني هيكون أقرب واحد يعني لأنه هو الوقت في معنويات عالية ورجله ماشي على الجول يعني ممكن لو لعب لو لعب إن شاء الله دايما شريف إن شاء الله بالثقة اللي خده في المنتخب بأداء اللي خده في المنتخب بكمان بكل اللعيب الموجود عندنا وماشى الله كل اللعيب على مستوى عالي جدا إن شاء الله كل التوفيق اللي فرقتنا النادي الأهلي ونرجع بأداء ونتيجة إن شاء الله تليه باسم النادي الأهلي أكيد إن شاء الله شكرا لإن شاء الله وإنصار الجميع وربنا وفقنا إن شاء الله يوم السبت ونفرح إن احنا يعني خلاص سبتنا أقدامنا لقمة المجموعة بأمر الله إن شاء الله دي كانت طبعا نهاية فقرتنا مع الكابتن الكبير فتح نوسير بعد الفاصل كمان لقاء مميز جدا جدا على مستوى الاقتصادي لقرط القدم ملف في القرى المصرية بشكل كبير جدا طبعا عندنا يعني زمنا شريف بواد معاه كمان قامة كبيرة جدا جدا في قرط القدم المصرية اللواء طبعا محمد عبد السلام طبعا رئيس نادي مصر المقص حديث مطول عن القرى المصرية عن منتخب مصر عن اقتصاد القرى المصرية وكيف كمان الاقتصاد بيلعب دور كبير جدا جدا في قرط القدم بعد الفاصل